في البداية النهاردة نريد أن أتكلم عن أحمد نبيل كوكا كوكا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر واضح أن مصر كلها حسد كوكا يعني لأنه هو سيء الحظ تماما وخرج من معسكر المنتخب قبل أيام قليلة جدا جدا من بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي ستنطلق يوم 13 يناير زي ما حضراتكم عارفين اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت صبته في أربطة القدم ألف سلامة طبعا لكوكا وإن شاء الله يرجع بألف ألف سلامة كل جمهور النادي الأهلي وكل جمهور مصر في ظهرك كوكا ما تقلقش وما تزعلش كنت تستحق التواجد وبالتالي تواجدت في القائمة النهائية لمنتخب مصر الوطني وده شرف كبير جدا جدا لأي حد زي ما حضراتكم شايفين النهاردة وعلى صفحة الاتحاد الرسمية معظم لعبي منتخبنا الوطني أو كل لعبي منتخبنا الوطني كانوا بيحفزوا كوكا لأن الحقيقة في أوقات أخيرة وفي اللحظات الأخيرة تم استبعاده بسبب الإصابة اللي هتطول الحقيقة اللي يعني ممكن أكتر من أسبوعين أو ثلاث أسابيع وبالتالي يعني كل لعبت منتخب مصر وروي فيتوريا وكل الجهاز الفني والإداري الكل احتفى واحتفل هتقول لي يا عم احتفى واحتفل أي واحتفلوا بتواجد كوكا عشان يرفعوا من معنوياته فاحتفلوا بتواجده وقالوا له ما تقلقش إن شاء الله ترجع ونرجع لك بالكاس وده كان المهم لعيب صغير في وسط اللاعبين الكبار لعيب صغير في السن في وسط اللاعبين الكبار زي ما حضراتكم شايفين كل اللاعبين بيوقفين في ظهره بيحيوه سواء كابتن أحمد حجازي كابتن واحد من كباتن منتخب مصر كل اللاعبين اللي موجودوك كهرباء شناوي مصطفى محمد إمام محمد حمدي كل اللاعبة وقفت مع كوكا والحقيقة كوكا استحق لأنه واحد من أفضل اللاعبين في هذا المركز خلال هذه الفترة وبالتالي كان استحق التواجد وانا الحقيقة بحي روي فيتوريا زي ما بننتقده في عدم استجابته لبعض الأسماء هو حر طبعا ولكن في نفس الوقت بنقوله أو بنحييه على هذا الاختيار الرائع اختيار محمد أو أحمد حسن أو أحمد نبيل كوكا لأنه كوكا من اللاعبين الأهلوية اللي استحقوا التواجد في منتخب مصر فرض نفسه على النادي الأهلي وبالتالي استطاع أن يفرض نفسه على منتخبنا الوطني وأنا كنت من الناس اللي بشوف أن كوكا هيلعب أنا كنت بشوف كده أن كوكا لو كان ربنا كرم وكمل كان هيلعب النهاردة عمل بوست أحمد نبيل كوكا وقال عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الحمد لله دائما وأبدا قدر الله ما شاء فعل الحمد لله أن جت على أو جت في حاجة بسيطة مش كبيرة بطولة كان نفسي أمثل فيها منتخب مصر بالذات في السن ده ولكن الحمد لله مليش نصيب وربنا دايما ما بيجيبش إلا الخير وأنا راضي الحمد لله بإذن الله عوض ربنا كبير في اللي جاي بالتوفيق للمنتخب إن شاء الله يرجع لنا بالبطولة ألف سلام عليك يا كوكا إن شاء الله ترجع لمنتخب مصر وترجع لناديك بألف ألف سلامة والبطولات إن شاء الله ربنا يكرمه كوكا لسه صغير قدامه بطولات كثيرة جدا خلال الفترة القادمة ربنا يكرمه ويكون متواجد ويفوز بعدد كبير جدا جدا من البطولات ألف سلام عليك يا كوكا أيضا بما أننا النهاردة أو بدأنا البرنامج بأحد نجوم النادي الأهلي وانتخبنا الوطني أحمد نبيل كوكا